وينضم إلينا من بغداد المحلل العسكرية الدكتور أحمد الشريفي دكتور أحمد أهمية تسليم هذه القاعدة في وقت يشكل الانسحاب القوات الأمريكية من العراق إشكالية بين الجانبين بل يميل أو تميل الترجيحات إلى عدم الانسحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الانسحاب جاء ضمن تراتبية زمنية وجدولة تم الاتفاق عليها بين البلاد المتحدة وبين العراق وما جرى هو بحد ذات إجراء إيجابي جدا على اعتبار أن هذه القاعدة ستؤمن دعم لوجستيا على مستوى الإسناد الجوي القريب وحتى الإسناد الجوي البعيد فضلا عن تأمين غطاء إلكترونيا ضامنا لتأمين السيادة فوق العاصمة بغداد وهي معقل صنع القرار السياسي بإرادة وطنية وقد تركت تحالف الدولي والولايات المتحدة معدات في مجال الحرب الإلكترونية ستساهم في تأمين انسيابية أداء لقدرات نظامنا لتأمين السيادة دون الحاجة إلى الدعم اللوجستي من قبل قوات تحالف الدولي والولايات المتحدة والانسحاب سيأتي بشكل تراتبي وفي تقديري أن القضية لا تتعلق بمسألة الأزمة الداخلية ولربما هي تكون أيضا أحدى ثمار اللقاء الذي جرى بين السيد الكاظمي وطراب يعني أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومفيو تحدث مؤخرا وكانت تصريحاتي تركز على أنه لا مجال للحديث عن أو أن الحوار الاستراتيجي لا يتعلق ولا يرتبط بالانسحاب نعم بالحقيقة الانسحاب سيكون انسحابا باتجاه القواعد التي هي تمثل مرتكزا للوجود الأمريكي ربما يكون تواجدا بعيد المدى أما في هذه القواعد التي هي كما قلنا تتعلق بالسيادة وفي العاصمة ستترك إدارتها بشكل مباشر إلى قطاعاتنا الأمنية والعسكرية لتأمين مستلزمات ضمان السيادة على العاصمة بغداد من قبل الجهد الوطني ماذا جاهزية القوات الأمنية العراقية على حماية هذه القواعد العسكرية؟ شاهدنا مؤخرا العديد من الاستهدافات لهذه القواعد العسكرية نعم بالحقيقة القواعد التي ممكن أن تنسحب لها الولايات المتحدة في هذه الفترة محصنة على اعتبار الحزام الضامن لأمن القاعدة من المشاغلة بالنيران المباشرة وغير المباشرة مؤمن بشكل كبير جدا لسيما القواعد الأساسية وفي مقدمتها قاعدة عين الأسد وتحصن الولايات المتحدة في هذه القواعد سيؤمن لها وجود لا يتعرض لأي مشاغلة تبقى فقط عمليات الدعم اللوجستي للقواعد عبر الأرتال البرية قد تستهدف بعمليات محدودة جدا ولا تؤثر على انسيابية الوجود الأمريكي في العراق أو العلاقة بين العراق وبين الولايات المتحدة إذن دكتور أحمد الشريفي المحلل العسكري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك